الابراش هاي صارت اهم منهم كلهم هيا هاي اهم شي الحمد لله قولنا شنو اخبار الابراج اليوم اول اشي بما انك باركتيلي حب ابارك لبنتي سالي بالمولود جوري وان شاء الله يا ربي تتربى بعزك وتكون من الصالحات وربنا يحميها من الشيطان ويطعم كل واحد مشتي بنوتي زي جوري او احلى كمان اما بالنسبة لتوقعتنا خلال فترة الاسبوع هاد طبعا احنا لانه في مسافة الاخر الشهر فما حبينا نحكي توقعات شهر نحكي توقعات اسبوع الاحد القادم ان شاء الله بيكون معنا توقعات الشهر بالنسبة لالاسبوع هذا اهم التحركات اللي رح تكون عندنا اللي هي اول شي عطارد اللي يوم القميس يوم 28 الشهر رح يبدأ بعملية التراجع في برج الثور طبعا عملية التراجع مش المقصود منها انه الكوكب نفسه بصير يرجع لورا لا هي تسارع الكواكب يعني سرعة الكواكب بتصير تمر من جنبه ببان انه هو برجع لورا ولكن هو بنفس سرعته الطبيعية ولكن عملية التراجع انه هو ابطأ بصير يعني الكواكب الثاني اقرب للارض بالدوران تاعها فعشانيك منسميها عملية التراجع وهاي عملية سلبية عادة كل ما بتصير بتأثر قبل بخمس ايام على كل المواليد حسا اجمالا هاي الحركة تعمل تشتيت بالذهن او ممكن واحد يضيع حاجة بتخصه ممكن تتعطى الاجهزة كهربائية او ميكانيكية خصوصا في السيارات في الاجهزة في اللابتوبات كمبيوترات تليفونات يعني اشياء غير متوقعة بتصير في اي شيء له علاقة بالاتصالات والمواصلات حوادث الطرق ممكن تزيد لا سمح الله عملية اللي بتعاملوا في البورصة بالأسهم في هاي الفترة الأسعار يا بتطلع مرة وحدية بتنزل مرة وحدية ما في يعني ما في مراهنة على او الشطار انه لا هسا بدا تطلع او هسا بدا تنزل فكل اشي له علاقة بالاوراق المالية او البورصة او حتى تجارة الذهب او اي شيء له بتضرر في هذه الفترة طبعا عادة هاي مدة التراجع بتستمر اللي هي مدة ثلاثة أسابيع اللي هي رايح تضل معنا لغاية 22-5 بالنسبة للتأثير على كل الأبراج هي نزلت على البيج عندي من مبارح يعني بيقدر الواحد يرجع اللي يعرف ينتبه في ايش يعني في كل واحد بتأثر بجزئية معينة من التراجع موجود انتشرت نشرتها على البيج على أساس انه نختصر من الوقت ونقدر نعطي الحلقة حقها حلو بالنسبة لطبعا الباقي الكواكب زحل بتراجع زهرة موجودة في الحمل ما زالت يعني تأثيراتها على برج الحمل بتبلش تعطي إيجابية منيحة المريخ طبعا معروف انه بيتراجع بالقوس أورانوس في الحمل بلوتو برضو بيتراجع نبتون في الحوت وهنا منعرف انه احنا في كواكب بتعمل عملية تراجع بالفترة هاي فهاي بتعمل عملية سلبية على كثير أشياء عند الأصحاب الأبراج يعني ممكن يتأثروا من خمسة لست أشياء من اطناعش فهاي التأثيرات مزعجة جدا بتكون على الكل فكل برج بتأثر في ست أشياء ممكن الصحة ممكن المال ممكن السفر ممكن أشياء لها علاقة بالعلاقات بالشغلات اللي مثل هيك فكل واحد على حسب البرج وحسب البيت اللي بتراجع فيه الكوكب وشو تأثيرات ممكن مداخلة يعني سعيد يعني انت هسا دا تقول انه هاي الفترة سلبية سلبية زين اللي راح هتلعت شنو إذا سلبية أكثر من اللي راحت فخلص شوفي هي السلبية اللي كانت في اللي راحت هذيك كانت زوايا خطرة نعم هاي التأثيرات ما بتيجي يعني هذيك كانت بتأثر على كل البرج حلو الآن اللي بيصير في هاي الزوايا على موليد معين اللي هي على حسب الدرجة اللي هي منحكي احنا سبعة قبل وسبعة بعد يعني منقدر نحكي بتأثر على خمس موليد أو ست موليد من كل برج فهاي عملية التراجع دائما هي اللي بتترك الأثار السلبية يعني مش كل طول الأسبوع أو طول الشهر بضل تعبان بس يمشي الكوكب للدرجة بتأثر أما ما قبل وما بعد بتكون يعني الأمور لسه مريحة قبل ما نخلص شهر أربعة قول لنا بكل صراحة شهر خمسة شان هيكون بدون أي تفاصل بس قول زين لو شهر خمسة طبعا رح يكون أحسن لأن أهم أهم إشي كان فيه عندنا زاوية إحنا اللي هي زاوية بين بلوت وبين أورانوس هاي زاوية التربيع اللي هي طبعا مع أول ما صارت صار الربيع العربي وصارت الأحداث اللي في العالم كلها هاي فهي هاي الزاوية مفكت وما رح ترجع خلال السنهاية تجتمع مرة ثانية يعني هي آخر زاوية التربيع السنهاية حالو السنة الجاي طبعا فيه بترجع بتتكون مرة ثانية نفس الزاوية هاي فعشان هيك يعني بظل أنه فيه طمأنين شوي ورح تظلها بتصاعدية وأحسن لغاية شهر عشرة حالو بعد شهر عشرة طبعا بتلاقي أنه الناس صار عندها نوع من صح صحيح أتذكر أني ببداية توقعات السنة بواحد واحد أنه هي ما بعد ببداية فصل الصيف رح تدي الأمور تصير أفضل لأنه وجود المشتري في العذراء وبتراجع ما أعطى الحضوض الكاملة من المشتري اثنين المشتري ما بأخذ عزه وطاقته الإيجابية الكاملة وهو موجود بالعذراء فعشان هيك لما بطلع على الميزان بعطي قوة طبعا بالنسبة للقمر خلال الأيام الأسبوع هذا طبعا اللي رح ينتعش واللي هم موليد العقرب القوس الجدي الدلو هدولة أكثر ناس هم رايحين يحسوا بالأسبوع هذا أنه أمورهم بلشت بالتدريج بداية الأسبوع بتبلش مع العقرب نهاية الأسبوع بتوصل للدلو يعني الدلو رح يكون تعبان في خلال الفترة الجاي اللي هي أيام معينة بعدين لغاية يوم الجمعة وبعدها بيبدأ فترة ممتازة جدا طبعا بالنسبة لتوقعاتنا خلال فترة الأسبوع هذا لكل المواليد من ساعات عصر اليوم وحتى يوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالقوس هنا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما البعيدة تشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهبوا في رحلة أو تنعزموا على رحلة أو ترويج لعمل أو تحصلوا على معلومات ما كنتوا تتوقعوها يعني بتكون هاي الفترة فيها نجاحات وحظوظ وحياتكم العاطفية يعني فيها نوع من أنواع الاستقرار من يوم الأربعة وحتى صباح يوم الجمعة القمر بصير في الجدي بتتركز جهودكو نحو العمل والعلاقات مع المسؤولين بوسعكو إثبات جدارتكو المحافظة على انجهازاتكو القائمة ما بنفعكو العناد والتحدي أو أنك أنت تشدد بالضغوط معينة حاول أنك أنت تمشي الفترة هاي لحد ما يوصل يعني توصل الأمور بشكل أنسب لا إلك أما من ظهر يوم الجمعة وحتى ظهر يوم الأحد بتنشطه اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الأصدقاء منكم بتلقى رسالة أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة الأجواء داعمة وبتناسبك وخصوصا من ضمن مجموعات ممكن نتخذ مجالات جديدة ومتنوعة نظم جدول أعمالك تحسبا لضيق الوقت ضيق الوقت أما بالنسبة لبرج الثور طبعا بما أنه الشمس انتقلت لبرج الثور فمنحكي لبرج الثور كل عام وانتم بخير يعني الفترة الضغط اللي هي مرت عليكم شهر كامل أو أكثر من شهر تحديدا لأنه كان في عنا كسوف وخصوف وأثر عليكم بشكل كبير هسا بتبلش الأمور شوي تتحسن ولكن بتكون ديروا بالكم من التشتت الذهني من التركيز لأنه عطارت بتراجع عندكم فهونا بنقدر نحكي أنه هاي الفترة يعني بما أنه عنا احنا من اليوم العصر القمر هسا موجود بالعقرب في حال قلو ومسار ولكن من العصر بيصير في القوس بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي من ولكن بتكونوا تخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهديئ الأجواء تهديئة الأجواء هاي فترة مناسب للإطلاع على رأي الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف من يوم الأربعة وحتى صباح يوم الجمعة بتنشطوا في السفر أو اتصال بعيد وتزداد رغبتكم بالتقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم أما من ظهر يوم الجمعة وحتى ظهر يوم الأحد يوم مناسب لللي ببحث عن عمل واللي بعمل ممكن ينجح في إثبات جدارة المسؤولين ويحافظ على إنجازات القائمة ما تشوه سمعتك الظروف لسه ما زالت ضغط على أغلب العشرية الثانية والثالثة بدك يكونوا شوي مسكين حالهم وصلنا طبعا لبرج الجوزاء زين شنو رأيك برج الجوزاء تنلاحق ثلاث دقائق لو ملاحق يالله خلينا طبعا عنا من عصر اليوم ولغاية يوم الثلاثاء بتكون أيام مناسبة لتعزيز شراكتهم سواء في مجال العمل أو العاطفة بوسعكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري هذه الفترة فيها نوع من أنواع السلبية لأنه بما أنه الشمس موجود في بيت المتاعب فبتكونوا تديروا بالك خلال الشهر من يوم الأربعة وحتى صباح يوم الجمعة بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب من شراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية ما لا تتشبتوا بمواقفكم بمواقف متصلبة بلكن مرن ومبتسم وناقش بليوني ودبلوماسية أما من ظهر يوم الجمعة وحتى ظهر يوم الأحد بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بسعكم اجتياز امتحان أو ممكن يكون فيه سفر أو توقيع عقد أو تروجوا لموهبة أو اهتمام أهم إشي أنك تكون جريء بالفترة بس جراءتك بدها تكون محسوبة لأنه ما بدي يكون تهور لأنه عندك تحسب حساب أنه أول إشي عطارد بتراجع في بيت المتاعب عندك وثاني إشي أنه الشمس موجود في بيت المتاعب عندك فعشان هيك اللي بوعدك بشيء في قلال الفترة هاي ما تعول عليه حالو زين طبعا هل هسه إحنا رح ناخد أكيد فاصل بس أريد أنوه لكل الأشخاص اللي دزلون أسئلة إن شاء الله أول ما نرجع من الفاصل نجاوبهم شنو رأيك على بعض الأبراج ونكمل لا بدنا نكمل الأبراج وآخر إشي لازم أجهب ريت يعني هاي ما بقدر أنا والله كلهم عزيزين علينا والله كلهم عزيزين هم بس أنا شوفي أنا بغاوز مع النشطين عندي على الصفحة يعني ما طبعا تحياتنا لهم كلهم إذن خلينا طبعا هلأ ناخد وأكيد نرجع لكم نكمل بأخر نصف ساعة من وطبعا رجعنا لكم مستمعينا بأخر نصف ساعة من نالي كل الأشخاص اللي ينضموا إنا على السمع وكل الأشخاص اللي موجودين معنا من الصبح طبعا وكل الناس اللي داي ينتظرون أبراجهم لليوم وتحية من جديد مع المهمل مع المهمل سعيد جده سعيد جده سعيد قول إنا إحنا وصلنا طبعا إلى ما بعد برج الجوزاء و أوصلنا للسرطان السرطان السرطان اللي بدو يدير باله على صحته يعني برجع نوه على نفس النقطة هاي إنه السرطان لازم يدير باله الفترة هاي على صحته بشكل منيح واثنين بدو يدير باله في شغله يعني عصبيته حدية الطباع اللي موجودة عنده تشتت أفكاره هاي والشوي الردات الفعلة الغير متوقعة هاي بتنحسب عليه سلبي ما بتنحسب عليه إيجابي فبدو يدير باله الفترة هاي ما بترحم وقد أعزر من أنزر إذن السرطان حاولوا إنكم نضموا نفسكم خلال هاي الفترة وحاولوا عدم التعرض لأي ضغوطات وأحسن شيء قعدوا بالبيت وكل شيء خلاص قعدوا بس هو هاي هو جوز بنتي سرطان فعشان كان يعني كيف يعني بحاول أضحك عليه حالي طيب أول إيش بالنسبة لبرج السرطان خلال فترة اليوم يعني إحنا حكينا أنه القمر موجود في العقرب عام الخلوم مصار تقريبا بحدود الساعة 12 وشوي جرينيتش يعني بالأردن ثلاثة وشوي بيكون أكمل انتقال للقوس فهونا إحنا بنحكي أنه من عصر اليوم لغاية يوم الثلاثة أنجزوا ما بيوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لصحتك وغذائك وراحتك كن منظما وأحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين ولا تهم لصحتك من يوم الأربعة وحتى صباح يوم الجمعة طبعا القمر بيصير بالجدي مقابل لألك برضو بنصب اهتمامك على تدعيم الشراكة سواء شراكة العمل أو العاطفة بيكون يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن تكون متوترة ركز جيدا وما ترتجل الأجواء فيها نوع من أنواع الضغوط الضغط النسبي أما من ظهر يوم الجمعة وحتى ظهر يوم الأحد بتنهمكوا في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب من شراكة أو تعويض أو ممكن يعني واحد مداين واحد يحصل للدين تاعه منه حالو يلا هاي أكفائدة أما بالنسبة للأسد طبعا الأسد برضو ما رح يكون الأسبوع المناسب لإله ويقلاء إلا ليوم الثلاثاء بعد الثلاثاء بده يدير باله من اليوم طبعا لغاية يوم الثلاثاء بتشتدر غبتكوا في التقرب من أحبائك وتعزيز العلاقة معهم ما لا ما بتخلى الحظ عنكوا في الفترة هاي بتنفرج أساريركوا طبعا الإشي اللي بدي أنوه عليه وأنبه منه أنو زحل موجود في القوس وبرضو المريخ بيتراجع في القوس طبعا إحنا منحكي بفترة للعلاقات وللحب هسا الأزود كلهم قالوا وين أنت رايح طبعا هو مش كلهم يعني نصهم لأنه اللي بصير أنه بما أنه الكوكبين هذو الموجودات في بيت الحظ والعاطف فالحظ إنسى الموضوع والعواطف على يا إما ببني علاقة سريعة وهمية يعني من وراء الكواليس وبعدين بتفشل معاه يا إما بدخل بغلاء بعلاقة حب سريعة بشكل خرافي جدا بعرفش كيف بتتطور وبتوصل معاه في الفترة هاي ولكن بده يدير باله إنه تستمر معاه لمدة طويلة عشان هيك بدهم يديروا بالهم في خلال الفترة هاي تحديدا أهم إشي ما يهملوا الواجبات تجاه العقلي والأحباء خلال فترة اللي هي الأيام القادمة من يوم الأربعاء وحتى صباح يوم الجمعة بيبدأ العمل بتراكم لديكم مع ذلك أنتم قادرون على إنجاز قسم كبير منها ما تهملوا صحتكم أما من ظهور الأحد بيركز اهتمام المواضيع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بالشركاء خصوصا العمل والعاطفي أما بالنسبة لبرج العذراء من عصر طبعا اليوم وحتى يوم الثلاثاء بوسعكم لا لا بدك تسمعي بدك تسمعي بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم مهم ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة ومساندتكم ممكن تكون تقلق من موضوع عائلي أو منزلي ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم شيء أنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء شوي فيها نوع من أنواع التوتر ولكن راعي وضعك الصحي من يوم من يوم الأربعاء وحتى صباح يوم الجمعة تشتد رغبتكم في التقرب من أحباك وتعزيز العلاقة معهم يوم مناسب لنشاط فني يعني ممكن تروح تحضري فيلم هاي طبعا اللي هو من صباح من يوم الأربعاء وحتى صباح يوم الجمعة تحضري فيلم تحضري لك هو أصلا الأربعاء أنا فقرت سينما يعني هاي الأجواء خلال الأيام هاي أجواء سحرية ومفاجئة جدا عمي لما بوصل القمر للجدي طبعا أما من ظهر يوم الجمعة وحتى ظهر يوم الأحد رغم تراكم العمل أنتم قادرون على مواجهة وإنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذائكم واخذوا قصة كافية من الراحة ممكن تلزمكم الواجبات شوي وشوية مشاعر مختلطة ومختلفة حالو بالنسبة لبرج الميزان طبعا من ساعات عصر اليوم وحتى يوم الثلاثاء بتنشطوا في السفر والاتصالات يوم مناسب لإجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو مع جار وبتدعمكم وبتدعمكم شوي الحدود يعني ممكن يكون هيك فيه نوع من أنواع للجراءة في التعبير عن رأيك وبتتمتعوا بسرعة البديهة من يوم الأربعة وحتى صباح يوم الجمعة بتفضلوا التركيز على شؤونكم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن أنه تبدو أو تكون حاسس أنك أنت مضطرب أو مرهى في الحس شوي حاجع عبالك تعيط أو هاد فبلا شعيات الوضع مش متحمل خلال الفترة هاي ممكن تشعر بنوع من أنواع الارتباك أو أنك تغضب بسرعة أما من ظهر يوم الجمعة حتى ظهر يوم الأحد بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم يوم مناسب لممارسة نشاط فني تتحسن الأجواء وترتفع المعنويات بشكل كبير أما بالنسبة لبرج العقرب طبعا كثير من موليد برج العقرب كانوا يسألوا أنه ليش الوضع مش منيح لو يجينا حسبناها إحنا وقلنا عقرب قوس جديد حوت حمل يعني الشمس كانت موجودة في البيت السادس اللي هو بيت الصحة فعشان هيك كثير صار عندهم مشاكل في العمل وصار عندهم بعض الاضطرابات السريعة من ناحية الصحة أما الآن الشمس انتقلت على الثور يعني صارت مقابل لهم تسحب شوي من طاقتهم ماشي بتعزز هي الشراكة المالية والعاطفية تعطيهم دفعة في هذا الموضوع ولكن في نفس اللحظة أنه بيصير أنه ما عنده التركيز الكامل للموضوع وبيصير عنده عصبية في ردات الفعل الموجودة وخصوصا أنه المريخ وزحل في البيت الأول عنده فهدولا بيصير يهرب هو من الضغط اللي هو موجود فيه بده ينزل يتفشش في المشتريات فعشان هيك دير بالك على مصاريك في الفترة القادمة أفلسوا لعلك ما تفلسش لعلك ما تفلس هاي آيات كنا نحكي لها لعلك تفلح لعلك تنجح أنت لعلك ما تفلسش خلال الفترة من ساعات عصر اليوم وحتى يوم الثلاثاء بمالي من عمل إضافي مع ذلك كنوا حذرين في النفقات امتنعوا عن مشريات غير ضرورية بتهتم بتوظيف أموالك وكن عاقل في صرف الأموال من يوم الأربعاء وحتى صباح يوم الجمعة بتكثر لديكم الاتصالات والتنقلات بيكون الأيام هاي مناسبة لاجتياز امتحان أو جراء مقابلة ممكن تتمتع ممكن إذا بدك أنت تتمتع بسرعة بديهة وخاطر يعني لعلك تفلح لازم العقب المسكين لازم ينقل لعلك تفلح آه طبعا أما من ظهر يوم الجمعة وحتى ظهر يوم الأحد بتتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية تجدوا تعاون من أفراد العائلة احمي وضعك الصحي من التقلبات والإنفعالات هيك من كون وصلنا للقاوس نعم القاوس طبعا بما أنه المريخ عنده وزحل وحكينا بتراجع فيعني الله يكون لهم معين خصوصا أنه العصبية عندهم ما لها حدود فعشان هيك الفترة هاي بدهم يحاولوا يمسكوا حالهم بي يعني بأفضل السبل لازم أنه ينتبهوا واثنين تراجع برضو عطارد اللي رح يكون في البيت السادس لهم بدهم يديروا بالهم على التقلبات الصحية والعصبية في نفس الوقت أما ابتداء من اليوم ولغاية يوم الثلاثاء أثقتكم بنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا في خطوة جديدة بدعم من مكانتكم الاجتماعية أما من يوم الأربعاء وحتى صباح يوم الجمعة ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم من يحصل على هدية أو جائزة ممكن تحتاج إلى مساعدة من جهة أو من جهة أخرى فأهم شيء إنك ما تتكبرش على الموضوع الفترة هاي يعني في حركة للكواكب شوي ممكن إنها تدعمك في بعض الأبواب أما من ظهر يوم الجمعة وحتى ظهر يوم الأحد بتنشطوا في السفر والاتصالات واللقاءات بيكون لديكم تعامل مع أخ أو مع جار بتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل حلو بالنسبة لبرج الجدي طبعا الجدي من المفروض إنه بما إنه الشمس انتقلت للبيت الخامس وهذا بيت العواطف لا إله بيت الحضود لا إله هنا بما إنه الشمس تدعم نقطة ولكن عطارد بيخرب على نفس النقطة نعم فهنا بدي يكون هو ماشي في حض ولكن بدي يستغل الفرصة ويشغل المخه بشكل منيح لأنه عادي ممكن أنها أي فرصة تضيع من إيده ممكن يصير تعطيل في هاي الفرصة بسبب ترجيع وطارد عشانك ما يركن على الحظ بشكل مبالغ فيه ولكن إنه بدي يكون مركز بشكل منيح من اليوم وحتى يوم الثلاثاء يجب الانتباه جيدا إلى صحتكم لأنه طبعا بما أنه الخمر موجود في بيت المتاعب بدكو تنتبه إلى صحتكم وعدم المبالغة في إنجاز المهام والعمل خصوصا الأمور المتراكمة يعني هدئ من وطيرتك يعني بقدر أقول هدئها لحد الركود حتى إذا بتقدر أنك تريح حالك خلال الأيام هاي بيكون ممتاز ممكن تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم شي إنك ما تحسم أمر هاي الفترة يعني فيه نوع من أنواع السلبية من يوم الأربعاء وحتى صباح يوم الجمعة طبعا القمر بصير موجود بالجدي هاي الفترة بتبدأ بفترة إيجابية بتعيد إليكم نشاطكم المفقود بوسعكم السيطرة على زمام الأمور حاول أن تجد جديدا أو أن تبحث عن أمر مميز يعني بتعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاحات أما من ظهر يوم الجمعة وحتى ظهر يوم الأحد ثم فرصة لمكسب من عمل إضافي يعني ممكن أنه أوفر تايم يجيك من وراء فلوس أو تشتغل لك شغلة برانية يجيك من وراء فلوس أو لربة بيت بتقول لك عمل إضافي كيف دي يجيني عمل إضافي لا هو ممكن يجيك دعم من الزوج أو من الابن من وراء الزوج يعني من وراء لورا من وراء الطهر براني براني مع ذلك كونوا حذرين من أي خطوة مالية لأنه بتزيد النفقات هنا وبصير الواحد بده يضيع طبعا اليوم ولغاية يوم الثلاثاء بوسعو تعزيز الصداقات منكم من يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم من يشارك في مناسبة سعيدة بتنتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة في ممكن أنك تعزز شعبيتك أو تحصد الأرباح من يوم الأربعة وحتى صباح يوم الجمعة بتشعروا بالتعب بنال منكم لأنه هنا بما أنه بالجدي معناته بيت متاعبك حاول أنك أنت ما تحسم أي أمر حاول أنك أنت تنهي الشهر هذا بسلام في نوع من أنواع العراقيل وامتحانات صعبة ممكن تخسر صفقة إذا ما فتحت عينيك بشكل منيح أما من ظهر يوم الجمعة وحتى ظهر يوم الأحد أنتم ممتليئون نشاطاً وحيوية وقادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها شعبيتكم في تصاعد بتكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات بتسلط الأضواء على قدراتك وبتنطلق بحماسة وعزيمة كبيرة أما بالنسبة لبرج الحوت أي حوت الحوت من ساعات العصر طبعاً لأنه خلو مسار فطبعاً الفترة بتكون من العقرب وانتقالها فهاي فترة سلبي كثير ولكن من العصر وحتى يوم الثلاثاء يوم مناسب لمن يبحث عن عمل ومن يعمل ينجح في دفع بمصالحه بحافظ على إنجازاته القائمة نعم هدئ من روعك وما تنفعل تجنب مخالفة القوانين وأحرص على استقرارك تجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وأحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها نعم أما من يوم الأربعاء وحتى صباح يوم الجمعة بتنشطوا اجتماعياً وتلتقوا الأصدقاء ومنكم من يشارك في مناسبة سعيدة بتميل إلى التواصل مع الآخرين وبتنجح في حاجة تأييد أو دعم لقضيتك تتحمس للقاء الناس وللتعارف أما من ظهر يوم الجمعة وحتى ظهر يوم الأحد بتشعروا بالتعب بيسيطر عليكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا إلى الراحة هاي الفترة بتسجل فترة ركود على جميع الأصعي دي طبعاً لا يوم الأحد من يوم من ظهر الجمعة لا ظهر الأحد وبعديها بتبدأ فترة الأسبوع اللي مريح بالنسبة لألكو طبعاً السبب فيه هذا الضغط اللي الحوت لحد الآن بيعاني منه لو حكينا حسبناها احنا عنا الحوت وحمل أثور يعني البيت الثالث لألهم بما أنه الشمس دخلت عليه من المفروض أنه ينشطوا بالسفر والاتصالات والأمور اللي إلها بالتواصل ولكن عطارد برضو دخل على البيت بتراجع في البيت الثالث يعني رح يعمل نوع من أنواع تشتت الذهن العصبية لزيادة في ردات الفعل بدهم يديروا بالهم في أثناء السياقة بين المدن اللي معهم سيارات أو شغلات زي هيك وهم بسوقوا بدهم يديروا بالهم مخالفة طائرة لا سمح الله سهوة صغيرة ممكن أنها تسبب له مصيبة فعشان هيك بدهم يديروا بالهم وفي النهاية منقول طبعا بالنسبة للتوقعات الأبراج إحنا هاي منحكيها مش أنه إحنا منقول لكم أنه هذا اللي بدي يصيره بس يعني أنت بإيدك أنك أنت تغير يعني أنا نبهتك للنقاط السلبية أنت فيك تأخذها وتحاول أنك تعمل على إصلاحها وأنك تتفاداها عشان تحصل على الإيجابية هي نوع من التحذيرات وفي النهاية إحنا منحكي والله أعلم يعني ما هذا شيء اجتهاد علمه أنا منكر أغلط يعني عادي يعني عادي كل الدين يتغلط زينا أستاذ سعيد هسا خلينا نشوف المسجد اللي وصلتنا أول شي روزة قلت أول شي ريتا أول واحدة هي بعثت لي ريتا طيب أول شي بالنسبة لريتا الحمل لما نيجي نحكي إحنا الحمل والثور هاي أهم نقطين إحنا من الحمل مازل أنت بالنسبة لإلك يعني طالعك جاي في بين الحمل والثور ليس على ستة صبع هنا أنت عشان هيك أنت بتأخر الوضع عندك لحديث ما الشمس تنتقل مزبوط في برج الثور لتتحسن الأمور بشكل منيع يعني المسألة مسألة نحكي مش الأسبوع الجاي الأسبوع اللي وراه بيكون الأمر أفضل بشكل كبير ووضع بديك تديري بالك أهم إشي من المصاريف تديري بالك على فلوسك من الضياع حد ينصب عليك حد يسرقك هذول أربع نقاط أساسية ويعني هسا لفترة الزهرة بما أنه موجودة شوي بتخفف عليك وبتعملكوا هيك مشرقين وحلوين حلو زين عنا روز تقول لك الأسد شوكت يستقر تعبان هو والحمل خاصة من ناحية المادية طبعا بالنسبة للأسد لأنه في بيت المال عنده اللي هو العذراء المشتري بتراجع فطبعا المادية هاي وأنا معكم كمان انسي الموضوع يعني ما في مجال الفترة هاي للشهر القادم لحد ما أنه يبطل عطارد المشتري تراجع لحد ما احنا شوي نتنفس وبالنسبة للحمل طبعا بما أنه حكينا أنه الشمس دخلت ماشي على التور بيت المال بتجيب له فرص فلوس ولكن عطارد ممكن ما يخليهوش يعرف يوظف الفلوس بالشكل الصحيح فيطيرها حالو زين أحمد ناجي يقول لك طبعا مولود يوم 22 6 1984 مولود العصر بنغازي ليبيا شنه هو برج وشنه البرج الطالع هنا برجك السرطان وبما أنك مولود العصر ما بقدر أحدد لك لأنه ساعات العصر طويلة ولكن تحديدا بما أنه أنت سرطان وفترة العصر يعني بدي يكون يا أما العذراء يا أما الميزان فإذا كنت منتقد كثير تنتقد كل شيء كل غلط ودقيق في عملك وشغلات زي هيك لا أنت بتكون عذراء أما إذا كنت أنت من النوع المسالم وتحبش المشاكل وتحبش بتكون طالعك الميزان هل هناك استقرار في بلد معين يسألك هذه بالنسبة لها حسابات على حسب البلد اللي أنت بدك تروحها منحسب البرج تبع البلد اللي هو عيد استقلالها اللي يعيد إعلانها كدولة بيكون برج الدولة ومن قارن ما بينها برجك وبرج الدولة هاي منعرف أنه بتتوافق أنت في البلد هاي أو ما بتتوافق في البلد هاي بس بما أنه أنت سرطان يعني أمريكا ممتازة إلك برجها السرطان يعني زي أنوار لا مو أنوار نقول اسمي آثار مواليد برج العذراء 7-9-89 مكان الولادة شرق السعودية مدينة الإحساء ساعة الولادة 11-45 مساء خارطتها الشخصية إذا ممكن خارطتك الشخصية هاي بدها شوية حسبة يعني لازم نحسبها بالشكل الصحيح لأنه أنت بتحكي بوقت صعب لني أنا أتكهن كيف كانت الكواكب في نفس الفترة هاي ولكن إن شاء الله إني يعني رح أحسب لك ونشوف شو اللي بطلع معنا إن شاء الله إنها نلحق نلحق لا أكو أكو وقت بعد شوية هاي أول إشي بدنا نشوف نحدد أعطيني بس التاريخ من عندك التاريخ السنة 7-9-1989 89 89 ساعة الولادة 11-45 مساء شهر 9 يوم 7 الساعة 11 عشان يعرف وإنا حسب بيت أحسب على هوا عشان يعرف وقديش أنا بعاني من عملية حساب أربعة خمسة أنا أعرف المعاناة هاي هنا أعطيها لناقص ثلاثة الحساء من جرينيش هاي هنا من حد طبعاً شرق السعودية مدينة الإحساء الله يعني صراحة موضوع جداً معقد أكيد طبعاً بالنسبة للأشخاص طبعاً ريتا إذا حب أيضاً أنت سألتنا على المسجات عن تفاصيل أكثر راح نجاوبش عليها أكيد بعد البرنامج إن شاء الله خلينا أول إشي أنا أحكي لإثار أنت طلع قوس يعني هاي أول إن شاء الله القمر عندك لما نولدت أنت كان موجود بالقوس الزهرة كان في الميزان عطارد في الميزان المريخ الشمس بالعذراء المشتري كان موجود بالسرطان وزحل كان موجود بالجدي طبعاً بما أنه أنت عندك يعني نحكي إحنا اتطالع القوس فأنت بأمان والبيوت كلها تقريباً اللي هو البيت الخامس بيت الارتباط ما فيه أي مشاكل وبرضو بيت الشراكي عندك اللي هو نحكي عن الزاوية بعطيه عندك المشتري فهذا بيدل على أنه أنت ممكن ارتبطي بسن بسطي يعني معتدل هو بالصغيرة ولا بالكبيرة وما فيه أي مشاكل عندك مشاكلك الوحيدة أنه فيه ناس بتكيدلك من وراكي وناس بتتآمر عليكي حاول تحصني حالك بالرقية من العين لأنه سهل تنصابي بالعين حلو طبعا أستاذ سعيد أكيد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم الحمد لله أنه لحقنا نجاوب على كل الأسئلة إن شاء الله طبعا بالنهاية أشكرك على وجودك معنا أنا بشكركم وبشكر كل المستمعين وزي ما احنا متعودين في النهاية ندعي كلنا مع بعض يا رضا الله ورضا الوالدين لأنه هاي أهم دعوة اللي فيها احنا شوي هيك ربنا بيسر أمورنا فيها أكيد إن شاء الله دائما أبدا طبعا مستمعين مثل ما تعرفون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم الأحد انتظرونا أكيد يوم غد من ساعة 8 إلى الساعة 11 بيوم جديد مع كابوتشينو أترككم بأمان الله باي باي